للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من تونس سيد محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية أهلا بك سيد محمد بداية كيف تنظر إلى اقتراح مفاوضية الانتخابات الليبية بتأجيل موعد الانتخابات حتى الرابع والعشرين من يناير المقبل وما الذي يضمن عدم تكرار ذات السيناريو وعدم إجرائها في الموعد الجديد بداية تحية طيبة لك ولكل السادة للمشاهدين طبعا من المعلوم جيدا بأن من حدد الرابع والعشرين من ديسمبر سنة عشرين وواحد وعشرين موعد للانتخابات الرئاسية وأيضا حتى الانتخابات البرلمانية هي لجنة الخمسة سبعين لجنة الخمسة سبعين كانت تمثل كل الأطياف السياسية في ليبيا سواء كانت الأطراف الصراع أو الأطراف الأخرى التي لم تشارك خلال العشر سنوات الماضية في العملية السياسية وبالتالي أعتقد أن مسألة تحديد موعد آخر ستلجأ الحقيقة بعثة الأمم المتحدة والسيدة المستشارة السيدة ستيفني وليمز إلى لجنة الخمسة سبعين لمسألة تحديد موعد آخر للانتخابات نعلم جيدا الترد الأمني الآن الذي حصل وواكب انطلاق العملية الانتخابية سواء كانت مسألة غلق محكمة سبعة سرقة البطاقات الانتخابية سرقة شحنات كاملة أيضا إغلاق الفروع المفوضية كل هذه المظاهر الأمنية والتحشيد الحقيقة حتى التحشيد العسكري الكبير اليوم داخل مدينة طرابلس وهذا ما حث عليه الحقيقة المبعوث الأمريكي السيد ريتشارد نورلاند اليوم في بيان له تحدث وحث كل الأطراف الآن السياسية وأيضا العسكرية وكل المجموعات المسلحة إلى التهدئة وعدم الدخول في أي مواجهات عسكرية لأن ذلك سيؤثر سلبا على سير العملية السياسية وأيضا سيخلق نوع من الفوضى الأمنية التي ستؤثر على كل الليبيين الذين يعانون اليوم من الضنك المعيشي وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات نعم اسمح لي أرحب بسيد عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق نضم إلينا من بنغازي أهلا بك سيد عبدالحفيظ ما الأسباب التي أوصلت ملف الانتخابات الليبية إلى هذا الانسداد باعتقادك مساء الخير أختي الكريمة لك ولي ضيفي الكريم والمشاهدين أعتقد أن كل الأطراف الأزمة يعني عملوا على عرقلة الانتخابات وأن لا تجرى في موعدها وهذا الذي حدد وتحدث أحدهم بصراحة وبوضوح وهو نائب رئيس الحكومة الوحدة الوطنية قائلا بأن لا أحد يريد الانتخابات أن تتم بالرغم من أن يتظاهروا بأنهم مع الانتخابات ومع الموعد المحدد في 24 ديسمبر ولكن الجميع عملوا على عرقلة الانتخابات وبالتالي وصلنا إلى 24 ديسمبر ولم يحدث شيء على الإطلاق لإجراء هذه الانتخابات وبالتالي أنا أرى أن الانتخابات ألغيت وليست مسألة التأجيل ألغيت وطالما ألغيت الانتخابات على الأمم المتحدة ومبعوثتها إلى ليبيا أن تجد خارط الطريق بديلة لا ملتقى حوار 75 ولا غير لأن هذا الملتقى فشل فشلا ذريعا لأنه لم يصل إلى المحطة الأخيرة وهي الانتخابات لماذا باعتقادك سيد عبدالخفيل لا على لجنة التوافقات ولا على لجنة القانونية داخل هذا الملتقى فشلت يعني مساعي الحوار والمساعي الدولية لجمع الأطراف استمرت على مدار السنوات الماضية من هذه الأزمة هل باعتقادك أي خارطة طريق جديدة ستفلح بما أخفقت فيه خارطة الطريق الحالية وما أسباب هذا الفشل الذي آلت إليه الأمور اليوم أنا أعتقد أن أي خارطة طريق جديدة يجب أن يكون في مقدمة أولوياتها هي هذه جماعة المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة والتي تتظاهر بأنها تتبع الدولة وهي تحاصر الدولة ومؤسساتها وتحتدي على مواردها هذه يجب أن تنتهي إذا أردنا فعلا عملية سياسية ناجحة يجب أن يولى ملف العسكري والأمن الأهمية القصوى هذا فات كل المبعوثين السابقين منذ الترتيبات الأمنية في الصخيرات التي لم ينفذ منها شيء وبالتالي ظلت كل الحكومات التي أتت عن طريق المبادرات الحل التي تبنتها الأمم المتحدة فشلت هذه الحكومات سواء كان حكومة واحدة وطنية أو حكومة توفاق وطني جميعا فشلت فيما حتى الحكومات السابقة في ظل المؤتمر الوطني أو البرلمان لا لشيء إلا لوجود الجماعات المسلحة التي أجهضت كل محاولات الحل للأزمة السياسية الليبية إذا لم يولى ملف الأمني والعسكري أو لجنة خمسة زيد خمسة الدعم الكامل لإخراج المرتزقة ولتوحيد المؤسسة العسكرية ولإنهاء الجماعات المسلحة تبقى لما نص عليه الاتفاق الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي والذي لم يتحقق منه أهم بنوده وهي إخراج القوات الأجنبية ومرتزقة وتصنيف الجماعات المسلحة وحلها لمصلحة المؤسسة العسكرية الواحدة هذا لم يحدث حتى الآن وما حدث هللنا وأشدنا به ولكن على استحياء لأن الشيء الأساسي لم يحدث وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة لديها عمل كبير لتقوم به قد يكون هناك ذهاب إلى انتخابات تشري برلمانية هي التي تنتج الحكومة بدل من حكومة ينتجها جسم توافقي يكون جسم منتقب وترجى الانتخابات الرئاسية إلى أن يتم وضع دستور للبلاد التوافقي ونذهب إلى مرحلة انتقالية نتمنى أن تكون الأخيرة قد يكون هذا هو ملخص الخارطة الجديدة التي ستخرج بها السيدة ستيفني بعد أن تنتهي من جولاتها المتسارعة مع الأطراف الأزمة ما رأيك سيد محمد شبار هل تتفق مع ما ذكروا ضيفنا هنا بأن هذه الانتخابات هي لم تؤجل هي عمليا ألغيت وعلى ضوء ذلك أي سيناريوهات محتملة على ضوء هذه التطورات بداية طبعا تحية للاستاذ عبد الحفيظ يعني المسألة أو أسباب الرئيسية للانسداد السياسي اللي وصلنا إليه الآن سببين السبب الأول وهي كما تحدث الأستاذ عبد الحفيظ هو سوء الحالة الأمنية مسألة الاتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تطبق بالكامل معنى ذلك وهذه الخطوة تتألف من خطواتين الخطوة الأولى تتعلق بخروج كامل للمرتزقة والمقاتلين للأجانب المتواجدين على كل الأراضي الليبية والمسألة الثانية وهي مسألة جمع سلاح ووضعه تحت سلطة الدولة النقطة الثانية وهي نقطة جوهرية ومهمة جدا خصوصا فيما تعلق بسوء الحالة الأمنية نتيجة تواجد القوات الأجنبية التي تدخلت حتى في الإجراءات العملية التي قامت بها المفوضية وذكرناها الحقيقة في عديد المناسبات الماضية النقطة الأخرى وهي مسألة عدم تطبيق مبدأ التوافق فيما يتعلق بإصدار القوانين الانتخابية وأيضا القاعدة الدستورية وهذا عشرنا إليه خلال الأشهر الماضية باستفادة كاملة إذن هناك معضلتين هي التي أوصلتنا إلى الانسداد السياسي وهي التواجد الأجنبي وأيضا عدم تطبيق مبدأ التوافق الذي تم التوافق عليه والتوقيع عليه بين كل أطراف الصراع في ليبيا في اتفاق جينيف المسألة الأخرى وهي غايفة الأهمية بالإضافة إلى هذا التواجد هي أن مسألة نعم بداية لم تجبني هل نحن أمام تأجيل أم إلغاء لهذه الانتخابات لو سمحت مسألة تأجيل الانتخابات الآن حتمتها الحقيقة الوضع الأمني الهش والذي أشار إليه أغلب أعضاء ومندبي مجلس الأمن الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وبالتالي أعتقد أن مسألة فرض السيادة ويعادة سيادة الدولة الليبية ويعادة وحدة التراب الليبي تحتاج إلى حكومة قوية أعتقد أن الحكومة الوحدة الوطنية فشلت تماما وفشلت أيضا معها كل الأجسام التي انبثقت عن منطقة الحوار السياسي سواء كان مجلس الرئاسي أو مجلس النواب ومجلس الدولة معنى ذلك أن البعثة الأمم المتحدة سترجع إلى لجنة الـ 75 وهذا ما توتر إلينا أن هناك اجتماع يوم الـ 26 من ديسمبر الجاري ومن الممكن أيضا أن تحدث تغييرات على بعض أعضاء لجنة الـ 75 لأن هناك بالتأكيد مسألة الرشاوي التي قدمت إلى بعض أعضاء لجنة الـ 75 وأعتقد أن السيدة سيفني وليوم ستلجأ إلى تغيير كل من تورط في استلام رشاوي أو ربما انحرف عن مسألة المبدأ المهم ومبدأ عدم الدخول في أي عملية سياسية أو تقلد أي مناصب سيادية خلال المرحلة التمهيدية التي بدأت من 5 فبراير إلى 24 من ديسمبر سنة 2021 إذن نحن أمام ربما إصلاح إلى ما أفسدته كل الأجسام السياسية التي انبثقت عن مطلقة الحوار السياسي وأعتقد أن مسألة تحديد الموعد القادم للانتخابات ستكون عبر لجنة التي سيتم ترميمها من قبل بعثة الأم المتحدة للدعم في ليبيا أعتقد أن المجتمع الدولي جاد بشكل واضح وكبير جدا في خلق استقرار حقيقي خلال سنة 2022 وهذا من ودء أن نفهمه الآن يجعلنا متفائلين بشكل كبير جدا لأشرك أيضا رأيي سيد عبد الحفيظ حوله كيف سيتعامل الآن المجتمع الدولي الذي لطالما أصار على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها كيف سيتعامل مع عدم الإيفاء بموعد هذا الاستحقاق الانتخابي قصة التحلل من هذا الموعد سهل جدا نلحظ التغير في مواقف الدول التي كانت تصر على التاريخ 24 ديسمبر لإجراء انتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات البرلمانية بعدها مباشرة الآن بدأوا يتحدثون على أن هناك عقبات قانونية وعقبات إجرائية ومسائل سياسية وإلى مدى عادي المجتمع الدولي المجتمع الدولي أختي كريمة يعلم يقينا بأن السبب الرئيسي للأزمة في ليبيا هو السبب الأمني وهو هذا الفوضى السلاح وكان يجب أن يتم العمل على انفاذ الترتيبات الأمنية منذ 2015 يعني الآن اتحدث على ست سنوات مضت ولا أحد يحرك هذا الملف الراكد والملف الذي لا يراد له أن يحل ملف الجماعات المسلحة والميليشيات المسلحة في أرجاء الوطن والتي عاتت فسادا في البلد والتي أجهضت كل محاولات الحل للأزمة التي امتدت منذ العام 2015 حتى يومنا هذا حتى لو أن تجن حكومة جديدة هي ستقع فليسة لهذه جماعات المسلحة وبالتالي لا تستطيع السلاح ما جدوا الحديث هنا عن خارطة طريق جديدة إذا كانت المشكلة معروفة ولا يوجد إرادة دولية لمعالجة أسباب هذه المشكلة لأن خارطة الطريق إذا لم نذهب إلى انتخابات وحتى انتخابات برلمانية من الذي سيشكل الحكومة؟ الذي سيشكل الحكومة هو هذا جسم التوافق الذي أوجدت الأمم المتحدة نحن شئنا أم أبينا أصبحنا رهن لإرادة ممثلي الأمم المتحدة الذين تعاقبوا على الأزمة الليبية وبالتالي ملتقى الحوار أنا أقول بأنه فشل هذا الملتقى فشل منذ البداية عندما تفشت الرشاة والاصطفافات داخل هذا الملتقى حتى الليجان التي شكلها فشلت لجنة التوافقات ولجنة القانونية فشلت في إرساء قاعدة قانونية أيضا المبعوث الأممي السابق السيد كوبيتش لم يكن حاسما في تسيير أعمال الملتقى والإشراف على عمل الليجان وفسح المجال لمجيد من الاقتراحات التي أجهضت عمل تلك الليجان وبالتالي أنا أرى أن هذا الملتقى لا فائدة ترجى من إعادته إلى الحياة موجدا هو تفرق وذهب كله في سبيله على الأمم المتحدة أرادت الحل وإذا لم تؤيد إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتجديد شرعية مجلس النواب ليكون قادر على إنتاج حكومة وحدة وطنية حقيقية عند ذلك لن يحتاج أحد ولكن أن يشكل المجلس النواب الراهن إذا بعث فيه الحياة مجددا أو منح فرصة أخرى هذا لن يحظى بقبول كل الأطراف وبالتالي إما أن هذا بين الانتخابات برلمانية وإنتاج حكومة وحدة وطنية من خلال هذا الجسم المنتقب الجديد هناك تقارير تتحدث عن أن هناك اتجاه الآن لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد الذي تم تأجيله ربما إلى يناير المقبل وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل هل هذا السيناريو ممكن وقد يشكل باعتقادك حلا الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وربما القدوم بخارطة طريقة جديدة كما تشير لا هذا الحل غير ممكن وهذا الحل سيعقد الأزمة أكثر لأن حكومة يشكلها البرلمان الذي انتهت صلاحيته وشرعيته منذ أمد والآن تتأكد في 24 سابر أنه لن يعود أحد سيكون البرلمان هو مجرد أفراد مختصبين لسلطة القرار في ليبيا شأنه شأن باقي الأسام وبالتالي أعتقد أن يأما نجرى انتخابات برلمانية وهذه لا إشكالية فيها أعتقد والجميع يقبل بها انتخابات برلمانية هذا البرلمان يشكل الحكومة تلم أطراف البلد المتناثرة ثم نذهب إلى وضع دستور للبلاد وانتخابات رئاسية بعد سنة بعد سنة ما فيش إشكالية ولكن إذا لم يتم هذا إذن ننتظر ما تصفر عنه الجهود المبعوثة الأممية في إنتاج ملتقى جديد أو مؤتمر جديد فلتسميه كما شاءت هو الذي ينتج لنا حكومة جديدة بعيدا عن الاستفافات والتأثيرات التي حصلت في ملتقى السابق الذي أشرفت عليه المتحدة أنا أرى أن هذه هي فرص الحل المتاحة لماذا؟ لأن في الرابع والعشرين يعني الجمعة القادم لن يكون هناك أي جسم يحظى بأي نوع من الشرعية لا يتحدثون عن انتخابات ولا يتحدثون بأن هذا جسم منتقب أو أن هذا جسم توفق الجميع انتهى تماما بحلول الجمعة القادم وبالتالي علينا أن نبحث منذ الآن عن مخرج أما أن يقوم برلمان منتهي بتشكيل حكومة لا تقبل بها باقي الأطراف فهذا سيقود إلى مزيد من التأزم ويزيد من الانقسام ونحن لاحظنا في ظل حكمة الوحدة الوطنية التي من مهامها توحيد مؤسسة الدولة زاد الانقسام حتى داخل مؤسسة القضاء انقسمت على نفسها وأصبحنا في إشكالية في الحصن الأخير لأبناء البلد وهو القضاء أصبح جزء من العملية السياسية وجزء من القسام مرأت سيد حمد من أين يعني الحل اليوم في ليديا لن تحل إلا برؤية واضحة وبخارطة واضحة وجهود لنسمع أيضا رؤية سيد محمد من أين يأتي الحل اليوم في ليبيا بعدما فشلت هذه المساعي الأممية والدولية لجمع الأطراف على خارطة الطريقة التي باتت اليوم مسدودة عبر عدم إجراء الانتخابات في موعدها من المعلوم جيدا بأن ليبيا لازالت تحت طائلة الفصل السابع إلى حد هذا اليوم وبالتالي أعتقد أن دائما الحلول تأتي عبر قرارات من مجلس الأمن الدولي أعتقد أن مسارات التي اتبعتها بعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ انطلاقها منذ أغسطس سنة 2020 ستسعى إلى استكمال هذه الخطوات نعلم جيدا بأننا وصلنا إلى انسداد سياسي واضح وكبير جدا مسألة تشكيل حكومة جديدة قوية تستطيع أن تنفذ مخرجات منطقة الحوار السياسي وتستطيع أيضا تنفيذ يعني اتفاق وقف اطلاق النار بشكل كامل هي الآن ضرورة ملحة خصوصا أننا نتحدث بأن حكومة الوحدة الوطنية غايتها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر يعني نحن نتحدث عن يومين قادمين فقط وبالتالي أعتقد الخطوة الأولى هي مسألة تشكيل حكومة ليبية جديدة قوية تستطيع تنفيذ واسترجاع سيادة الدولة الليبية أيضا من خلال لجنة الحوار التي يعني من الممكن جدا أن يطرع عليها تعديل وترميم نعلم جيدا بأن أعضاء لجنة الحوار وقعوا على وثيقة هذه الوثيقة تتعلق بسيرة حسنة وتعهد بعدم تقلد أي مناصب تمت منذ بداية الحوار في سنة عشرين عشرين نوفمبر عشرين عشرين وبالتالي أعتقد أن السيدة سيفني وليمس ستلجأ إلى كل هذه التعهدات وإلى أيضا كل الأخطاء التي ارتكبها أعضاء لجنة الحوار خصوصا مسألة يعني دفع رشا لأعضاء لجنة الحوار وبالتالي أعتقد أن مسألة تشكيل حكومة جديدة يعني أمر ضروري وملح وأعتقد أيضا أن مسألة تحديد الانتخابات القادمة هي حق أصيل للجنة الحوار لأنها هي اللجنة الوحيدة التي تعبر عن طياف الصراع في ليبيا نعلم جيدا بأن مجلس النواب هو أحد الأطراف التي تمثل طرف الصراع في ليبيا وأيضا مجلس الدولة وبالتالي أعتقد هذين الطرفين وصلاة إلى انسداد سياسي ولا يمكن لأحدهما أن يصدر أي قرار أو خطوة أو حدية الجانب خصوصا في ظل التوتر الأمني الذي تشهده ليبيا اليوم وفي ظل هذا الاستفاف السياسي والعسكري وأيضا في ظل التدخلات الأجنبية الواسعة لازالت أكثر من 20 ألف جندي ومرتزق متواجدين داخل ليبيا لجنة الخمسة زيادة خمسة وضعت خطة للخروج الكامل لهذه القوات ستكون متزامنة وسنشهد الحقيقة استقرار أمني كبير جدا خلال سنة 2022 للانطلاق نحو المسار الديمقراطي أسأل سيد عبد الحفيظ غوقة إذا مصدقت بالفعل توقعاتك بأن الانتخابات التغت ولم تؤجل أي سيناريو بديل ينتظر ليبيا اليوم هل سنشهد عودة للاقتتال الداخلي من جديد وبذلك تدخل البلاد في دوامة من الفوضى ومزيد من عدم الاستقرار نعم هذا بكل تأكيد وللأسف أمر وارد يوم الجمعة الرابع والعشرين عندما أجهض هؤلاء حلم الليبيين في أن ينتقبوا أول رئيس لبلادهم بعد عقود من الظلم ومن العصف ومن القهر هناك دعوات من شباب ليبيا للخروج في كل المدن الليبية في تظاهرات تعبيرا عن إدانتهم لذلك ولا أحد يعلم ما الذي ستتطور إليه الأحداث خلال اليومين القادمين أعتقد أن التحركات التي يقوم بها بعض من ترشح لرئاسة ليبيا كالاجتماع الذي عقد يوم أمس في بنغازي هو لتدارك أنا أرى أنه لتدارك مثل هذه التداعيات التي قد تحصل ومحاولة لتوحيد الجهود شرقا وغربا من أجل احتواء الأزمة والعمل على إيجاد مخرج وحل لأن الجميع يتوجس من هذا التاريخ لأنه كما أسلفت لا أحد يخرج وينظر علينا لا لجنة نيابية ولا برلمانية ولا مجد الدولة بأنه له الحق في أن يحجب الشرعية عن حكومة وهو محجوب عنه الشرعية أيضا لا لجنة نيابية لها شرعية بعد 24 ديسمبر ولا برلمان ولا رئيس برلمان ولا مجد الدولة ولا حكومة ولا حتى رئاسي لماذا؟ لأن هناك خارط طريق كان يجب عليهم هم تحديدا احترامها والعمل على تاهية الظروف لإيصال البلد الانتخابات هم من أجهض ذلك سواء مجلس الدولة بتهديداته وبرفضه للإجراء الانتخابات سواء البرلمان بإصداره قوانين تتضمن الكثير من المفخخات ومن الألغام سواء كان الحكومة وحدة وطنية لجأ رئيسها إلى النكث بوعده وعهده وتدخل في الانتخابات وصرف كل الإمكانية الدولة من أجل دعاية انتخابية له للأسف الشديد وهو الذي كان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن ذلك وأن يوفر كل المناخ الجيد لإجراء الانتخابات كل هؤلاء أجرموا في حق البلد وفي حق إرادة أهلها واختصبوا سلطة القرار وبالتالي لا يجوز لأحد منهم أن يتحدث عن إرادة الليبين أو أن يجد مخرج للليبين المخرج كان انتخابات رئاسية هم أجهضوها وبالتالي فيتحملوا نتيجة ما ستقول إليه الأوضاع قد نعود إلى العنف مجددا وهذا لا يريده أحد والآن المسلحين في ليبيا يكشرون عن أنيابهم ويجرون تحركات وإعادة تموضع لجماعاتهم على الأرض خصوصا في عاصمة البلاد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق أنت معنا من بنغازي شكرا لوجودك معنا كما أشكر أيضا ضيفنا من تونس سيد محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية شكرا لكم شكرا لكم